السلام عليكم ورحمة الله أهلا وسهلا بكم Writing in Paragraph Chapter 2 Giving and Receiving Presents In this unit في هذا اليونت الآن عندي الشابتر الثاني واللي هو يتكلم عن Giving and Receiving Presents يعني إعطاء واستلام الهدايا طيب يقول Tell a parmata about last present you received يقول هنا تكلم مع زميلك عن آخر هدية أنت استلامتها طيب Who gave the present من اللي يعطاك الهدية اللي يعطاك الهدية منه قوله متى أعطاك يا هوان What was ما هي ما كانت هذه الهدية و Did you like it طبعا هذا الموضوع يعني عام أي شخص ممكن يجاوبه على سبيل المثال على سبيل المثال الواحد ممكن يقول ممكن يقول على سبيل المثال مثلا أنا الهدية الأخيرة اللي استلمتها مثلا على سبيل المثال خلينا نقول يعني ساعة طبعا الهدية باللغة الإنجليزية لها أكثر من معنى ممكن تكون بمعنى present present وتجي بمعنى أيضا gift أيضا تجي بمعنى هدية طيب و طبعا ايضا بمعنى المضارع يعني هم present حتى present symbol يعني مضارع البصير طيب الآن كلمة present خلينا نقول مثال على ذلك watch ساعة who gave the watch قل my friend متى last week الأسبوع الماضي what was ماذا كانت الهدية it was a watch كانت ساعة did you like it yes I did did you like it نعم أنا أحبب طبعا إذا سيكون السؤال did you like it فرح يجوب yes I did كثير طلاب لما تقول did you like it يقول yes I like it هذا شي خطأ لازم تقول yes I did يعني إحنا بسألنا بجد فلازم نجاوب أبدد ثاني يقول read the paragraph and answer the questions طبعا إنا عدنا paragraph لازم نسأله نقرأ وبعدين نجاوب على هذه الأسئلة طيب a birthday present هدية عيد ميلاد choosing a birthday present for a friend or family among is a فان طبعا هذا هو topic sentence اللي أنا راح أكتكلم عنه كل إن شاء ما راح يحكي لعن هذا هذا العنوان هذا هو topic sentence طيب اختيار هدية عيد ميلاد لصديق أو فاء أو عائلة أو عضو عائلة أو فرد من العائلة هو شيء مهم فان أو ممتع عائلة it can be difficult ولكن هو قد يكون صعب طبعا هذا كل عفو هذا كل عفو هذا كل يكون topic sentence أنا برأيي الشخصية يعني أعتقد أنه كل تكون topic sentence اللي احنا راح نحشى عنها كل لت طيب The present should be personal and has to be thoughtful يجب أن تكون الهدية شخصية و ذات فكرة ذات فكرة يعني تحتوى على فكرة معينة for example the best birthday present I have I have I never I ever got wasn't fancy or expensive فعلى سبيل المثال لم تكن هديتي الأولى كان غالية ما كانت يعني فد هدي يعني معجزة فتشوا يعني كانت طيب خليني شوف شون هدي last year سنة الماضية my mother gave me a photograph of my father when he was my age إذ أن والدتي في السنة الماضية أعطت أو أهدت لي هدية لأنه مو بعد أهدت هدية هي عبارة عن صورة والدي عندما كان في نفس عمري هدية هدية ممتعة جدا طيب طبعا التوبك سنتنس ما التي هي اللي بالأصفر هذه الجمل اللي هي سبورتين سنتنس النساء ممتعة المصدر العنوان المصدر ما هو عنوان البرغراف منطين اختيارات سيئبري برداء برداء خلال عائل برداء المصدر برأيك الشخصي ما هو الاختيار هذه الجمل رح اخليها لكم انتم اللي رح تختارو لي هدى شوفكم تابعين لا لا ثانيا ما هو رأي الكاتب عن الموضوع عن الهدية يقول الهدية يجب أن تكون قديمة لا هو ما حشى لها الموضوع ثانيا الهدية يجب أن يتم اختيارها بعناية ثالثا الصورة هي هدية عدميلا جيدة أنا أتوقع النقطة الثانية الهدية يجب أن يختارها بعناية ليش؟ شن السبب؟ شن السبب؟ لأنه هو قال ما يحتاج أن تكون فاني أكسبنسي سواحد ممكن يقول احنا دا نحشى عن هذا التوبك العنوان مانا لبيرث دي الصورة هي صورة أو هي فكرة جيدة ليعيد الميداد طبعا ممكن يكون ثلاثة اذا احنا جاء ندى نتكلم عن هذا الموضوع ما لبيرث دي ممكن ولكن هو بشكل عام الموضوع شوية جنرال أنا برأي الشخصي أتوقع الاختيار الصحيح هو الثاني هو الثاني لأنه هو الثكرة بأبوه لأنه ليس بأبوه لأنه ليس بأبوه طبعا أكيد هو حب الصورة لأنه هي دائما حسب مما قلت لأنه يقول لا يصدق على أبوه ببريث دائما افكر بالبالدي من أشوف خلي يبارا لأنه أبوه لا موجود أو يعني معرف أو مسافر أو إلى آخر الطيب الانعنا لأنه poisoning فوكفي طبيك سنتينتس عنوان محجلة يقل طبيك سنتينتر يتهم يعني من المهم الحصول على أصدقاء كذلك القيام أو الأداء الجيد أو القيام بالأعمال الجيدة بالمدرسة شنو ربط المدرسة عن الأصدقاء يعني موضوع هذا ضعيف نجي على الاختيار القوي يقول I don't think I will ever have a better friend than heather مستحيل رح حصل صديق أفضل من than heather إذن هناك يتكلم عن أنه a heather صديقة هو أفضل صديق خلص الفكرة واضحة إذن هذا قول ثانيا نقطة ثانية بخصوص topic sentence يقول an opinion or idea about the topic هنا يقول an opinion idea about a topic لما نريد كتب topic sentence لازم يكون عندي رأي أو فكرة معينة عن موضوع مثلا يقول I have been studying karate شنو مفتمن يقول أنا درست karate طيب وإذا أنت درست karate هنا ما عندي معنى هنا ما عندي معنى طيب الصيغة القوية يقول studying karate has given me a strength and self-capitalent يقول بالنسبة لدراسة karate قد أعطتني given me قوة وثقة بالنفس إذن إذن الآن عندي فكرة واضحة هو واحد يقول أن درست karate هاي الضعيف شنو يعني ما قدر أكتب عن الإنشاء بس من قال دراسة karate قد أعطتني قوة وثقة بالنفس الآن راح أتكلم عن الك karate شلو أعطتني قوة فالإنشاء أقدر أكتب عنه هذين النقطتين مهمة جدا لازم أضعهم في بالي عند كتابة الإنشاء أو عندكت كتابة topic sentence يقول أقد topic sentence should be التopic sentence الجيد لازم يكون لازم ما يكون عفوا should not be too broad شنو معنى too broad يعني جدا واسعة شنو معنى جدا واسعة راح ناخذ المثال الموضح يقول Australia is an interesting country يقول استراليا هي بلد ممتع طيب وإذا العراق هو بلد عظيم وهو بلد ممتع من ناحية شنو تتقصد من ناحية الرياضة من ناحية إيش استراليا بلد عظيم أو بيش ممتع شنو الآن هذا جدا موضوع عام مثل ما واحد يقول صراحة والله الوقت حلو طيب الوقت حلو شنو مافتهم بتانو شنو يعني الوقت حلو قصدت إيش نحن يعني الوقت حلو مافتهم بلد أو واحد هي القوية يقول عند زيارتي إلى استراليا أو عند زيارتي استراليا أو بلد دولة استراليا لقد شاهدت العديدة من الحيوانات الغير عادية أو الغير اعتيادية حيوانات شوي عجيبة يعني راح أكتب عن الحيوانات الغريبة اللي موجودة في استراليا فبس تهي الموضوع إذن هنا عندي موضوع أقدر أكتب عنه فلازم من الآن أريد أكتب إنشاء لازم أكتب إنشاء محدد أو فكرة واضحة ما يصر أخلي الموضوع جدا عام طيب ثانيا يقول الإنشاء ما تخلي تو نرو شنو يعني تو نرو يقول الإنشاء مو صحيح تعمل الإنشاء ماتت جدا نرو شنو يعني جدا علومات أو للكلام فمثلا يقول ويك طيب يعني الآن الآن لأجهت على هذا المثال يقول سكول ستارت أت 8 30 أي أم تبدأ المدرسة أو يبدأ الدوام في الساعة الثامنة وثلاثون دقيق يعني شنو يابا المدرسة تبدأ ساعة ثمانية ونروس طيب شنو يعني ما أقدر أكتب إنه الإنشاء جدا محدد الإنشاء جدا محدد عمر أخويا 20 سنة طيب شنو يعني ما افتهمت إذن إذن الفكرة شنو هنا الفكرة إنه الإنشاء مالتي جدا نرو ضيق جدا ما بي تفاصيل أقدر أضيف عنه ما أقدر يعني أحكي عنه فهذا إنشاء هذا عنوان خطأ بس منقول من أقول أعطي شو فرح أعطي عنوان جميل يقول getting ready for the schools in an morning more is more difficult than any of my class الاستعداد للمدرسة في الصباح هو أكثر صعوبة من أي صفوف أخرى يعني شوية قاعدة الصبح مراه تكون صعبة طبعا هذا اليسر أنا الحمد الله وشكر أحب الإنسان الي صحب دائما الإنسان الناجح يصحب كل إنسان بحياتي ناجح شفته سألته قاعدة قاعدة من وقت فدير باركم تسهرون بالليل وتنامون أسأل أنا قاعدة أسجلكم الفيديو هذا والدنيا الصبح العالم كلها نايمة حتى صوت ما تقول الدنيا صبح يعني جو الصبح يعني طيب فيقول إذن الآن أنا هنا راح أتكلم عن الاستيقاظ في الصباح العنوان واضح وأقدر أكتب عنها بس من أقول يبدأ دوام ساعة ثمانية طيب شن يعني مفتهم تاني إذن إذن الإنشاء ما لازم ما يكون محدد لازم شوي يكون يعني open شوي يكون بمجال للكلام وللحديث يقول look at these topic sentence circle the topic of the sentence يريد هنا topic ما sentence يريد my best friend الآن هو شيرد من عندي الفكرة التي أنا قاعد أتكلم عن topic أو قبل ها يخلينا أوضح ما يعني topic sentence طبعا topic sentence قلنا علي الجملة التي الأول جملة بالإنشاء واللي راح نحكي عنها طول الإنشاء فالآن منطينا ذن الجملة كليت topic sentence topic sentence أخوان تقسم إلى جزئين بها topic وبها main idea أعيد مرة أخرى topic sentence جملة topic sentence جملة الموضوع بها جزئين بها topic وبها main idea من أقول my sister is my friend الآن my sister هي topic هي topic my best friend هي main idea ثنين أتنم كون يصر topic sentence أعيد مرة أخرى my sister هي my best friend هي main idea my sister my best friend ثنين مع بعض راح تكون هي كلها topic sentence snowboarding is my favorite winter sport طبعا هذه الأولى هي الجزء الأول هذا راح يكون topic وجزء الثاني راح يكون الجزء الثاني راح يكون main idea the last CD I bought changed my light CD الأخير اللي أنا اشتريته غير حياتي طبعا الطبك عندي my last CD و I bought عفن هذا topic و changed my light في main idea يقول there are three reasons why my mobile phone is useful هنالك ثلاثة أسباب لماذا تليفوني هو useful مفيد نريد topic sentence و نريد يعني الاساس topic multi شنو هسا أنا قاعد أحتي بالجملة الثالثة على إيش بالأساس قاعد أحتي عن my mobile يعني بالأساس أنا قاعد أحتي عن my mobile فإذا my mobile هي topic طبعا مو إلا شرط تكون تجين بالبدال my mobile طيب وال main idea useful أن الموبايل multi مفيد إذن هذا الحش كل تزايد كل ما بفايدة حتى هاي يعني أنا أقدر أقول CD القرص multi change my life القرص غير حياتي الآن القرص الأخير هو غير حياتي هذا الحش كل خلينا نقول يعني أفن على هاي مفردة هي يعني حشو يعني مجرد خارط القرص الأخير اللي أنا اشتريت غير حياتي الأساس هو شنو الأساس أن القرص هو غير حياتي هذا هو topic وهذا المين idea يعني topic وال main idea طيب نجعل إي يقول قراءة الكتوب مثلا كذا 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 هي إيش يقول can help can help students to improve English their English الآن reading books هي can help students improve their English كانت تقدر تساعد الطلاب حتى تحسن الإنجليزية مالتهم هاي اللي بالأصفر هذي راح أقول عليها أو راح أسميها المين idea إذن topic sentence هذي وهذه هي المين idea topic sentence هذي هذي هي المين idea اللي وراها يقول my part job وظيفتي my part time job اللي هي وظيفتي خلينا نقول اللي شفت واحد وظيفتي اللي بها شفت واحد يعني مص دوام مدوام كلم شبيه هذي يقول taught me علمتني هوا شغلات شغلات هاية هاذ هو اللي بالبداية اللي هي my part time job هذي topic و several new skills هذي هي concluding المين idea أجمعها كل يتنصر topic sentence آخر شي آخر شي حنا عدا نتكلم عن ديزني لاند يقول ديزني ديزني لاند هي مدينة مكان جميل جدا لعطل العوائل آن قاعد أتكلم بالأساس عن الديزني لاند هاي ديزني لاند طيب هاي الديزني لاند هي topic was a great place كانت مكان عظيم أو هي مكان عظيم لعوائل مارثنة هاذ هي كلتها التكملة راح سسميها آني main idea main idea منس topic sentence تتكون من topic وتتكون من main idea رقم 5 يقول هل هو ضعيف هل هم هل هو ضعيف طيب ضعيف لماذا ضعيف اللي هو too broad اللي هو عام جدا نرى جدا خلينا نقول محدد جدا محدد نعم كلش محدد لا يحتوي على flexibility حتى نتكلم عنه هل لا يوجد هناك فكرة اساسية أو يعني شنو السبب يعني فالجملة الاولى يقول العديد من الناس العديد من الناس في بريطانيا and the united states والولايات المتحدة لديهم قطط يملك الناس يمتلك العديد من الناس في انجلترا والولايات المتحدة الامريكية قطط جملة رقم واحد الجملة الثانية يقول cat are good company for their owners يقول القطط هي هي شريك جيد أو شريك يعني مناسب ل لأصحابها يعني خلينا نقول هي صديق جيد صديق جيد حيوانات جميلة لأملاكها أو لأصحابها الآن الجملة الأولى بريطانيا وانجلترا عندهم بريطانيا أو مريكا عندهم قطط طيب شنه يعني يعني ما راح أقدر أعرف شن الفكرة الاختيار الصحيح هو الثاني القطط هي جيدة راح أتكلم على أنه كيف القطط يعني تصبح صديقتك لمن لمن تتربيها بالدار احنا بالشعوب العربية مو كل شوية القطط يعني في بعض الناس تتربي القطط ولكن ليست شائعة ما في في الدول الأخرى فأكيد هذا الموضوع شائعة نحن نأخذ عنه إنشاء بغض النظر طبعا هنا يقول ليش اختاريت اثنين الجواب there is no strong opinion or idea about the topic it's too broad ليش ما اختارينا هذا طبعا لأنه ماكو عندنا فكرة قوية الموضوع شوية غير محدد وغير واضح يعني مو بهم رقم اثنين يقول دراسة اللغة الإنجليزية في المدارس الثانوية ممكن يساعدك ان تحصل وظيفة جيدة يعني هسا انت ذا درست إنجليزة زيان بعدك طالب مرحلة أول انقليه إنجليزي أو طالب سادس إعدادي وراء ما تتخرج راح تحصل على وظيفة إذا كان عندك إنجليزي جيد يعني ممكن تشتغل الآن هل العلوان واضح نعم إذن راح نختار رقم واحد طيب ليش ما اختار النقطة ثانية ويستدي إنجليز آت سكند يقول احنا ندرس إنجليزي بالجامعة طيب واذا تدرس إنجليزي بالجامعة يعني شن السبب شن المغزن يعني موضوع جدا عام that it's too broad يعني جدا broad شو كلش يعني كبير ما نقدر رقم c يقول the food and people in japan الطعام والناس في اليابان وفي تايوان كوريا very interesting and different and there are many there are the buildings وهنا لك أيضا بنايات هذا العنوان الأول ورقم اثنين يقول tradition japanese food الطعام الياباني التقليدي is different from korean korean food يقول الطعام اليابان يختلف عن الطعام الكوري الجملة الأولى يعني موضوع جدا خلينا نقول يعني كبير جدا يقول الطعام اللي باليابان وبالتايوان وبكوريا موضوع هناك بنات طيب اش جاب الطعام عن البنايات يعني الموضوع يعني صراحة ماكو فكرة أساسية يعني there are more than one ID هناك أكثر من فكرة واحدة لذلك وبكوريا بس يابتر بالطعام هيتش باليابان هيتش وبكوريا فكرة واحدة يقول ماي جرانفاذر هز هل بني ماني ويز جدي ساعدني بهو شغلات ماي جرانفاذر يقول جدي عمره ستة وعشرين هذا موضوع تُو نارو يعني هذا ثنين عمره جدي ستة وعشرين طيب وإذا يعني ما مفتهمتها ما شبية عمره أخوك شوني تريدنا أكتب لك كل أحداث عمره جدك لا إذن المعنى مواضح إذن راح يكون الاختيار هو الأول هو الصحيح السبب في ذلك ما اخترعنا هذا لأنه موضوع جدا محدد يعني جدا اي ريلي لايك سبورت أنا جدا حب الرياضة يقول ركبي هز توت مي ماني تنكس أباوت لايف الركبي علمتني هو الشغلات بحياتك طبعا الانشاء الصحيح رح يكون الثاني إذا أتكلم عن الركبي شون تعلمتني أما يقول أنا أحب الرياضة طيب رياضة يا رياضة أنت تحب مئة ألف رياضة أكو بالعالم أكو كرة القدم كرة السلة كرة الطائرة شوني يعني المعنى غير واضح رقم F نقطة F يقول There are many environment problems around the world هناك العديد من المشاكل البيئية في العالم وبعدين ثانيا قال It is important to save Rainforest in South Africa من المهم أنه إحنا نحافظ على Rainforest in the South Africa يعني فلان إحنا لازم نحافظ على الغابات اللي دائما يكون بيها مطر جدا in South America في الأمريكا الجنوبية يعني أكو غابات يكون بيها مطر ويكون بيها يعني تعرض إلى مشاكل هاي الغابات فلازم إحنا نحافظ عليها أنا رح أتكلم على أنه إحنا شلون أو لماذا لازم نحافظ على على Rainforest على الغابات ونتكلم عنها يعني هذا فكرة واضحة محددة أما الأولى فموضوع جدا عام مشاكل الكوكل تتعنشيدي على المشاكل يا مشكلة ملايين المشاكل فالأول موضوع عام جدا الثاني شوية موضوع واضح يقول I got on A on my last math test حصلت على درجة A يعني full mark حصلت على درجة 100% أو 90% يعني بالتسعين في آخر امتحان للرياضيات إلي يقول I have a secret technique for learning math أنا عندي فتسر مخفي لدراسة الرياضيات يقول أنا حصلت على درجة عالية طيب وإذا حصلت على درجة عالية ما كو عندي فكرة ما قدر أتكلم عن الإنشاء هذا عمر أخوي 15 سنة أنا أخذ التسعين في الانتحان طيب شنو يعني هنا ما كو معنى واضح there is no main idea ما عندي معنى واضح لذلك لذلك ما رح نختار أي رح نختار واحد رح نختار اثنين يقول أنا عندي فتسر لدراسة الرياضيات ورح يحكينا عن هذا السر بهذا الإنشاء رح يحكينا عن هذا السر في هذا الإنشاء الآن ننتقل إلى رقم 6 يقول هاي عندك يعني توبك سنتنس يقول توبك سنتنس يقول هذان الجمل اللي عندك أريدك تطورهن أو أريدك يعني تعدل عليهم بحيث يتخلي اليهن مرتبات دي يساعدك على متعلم كتابه يقول I have a photo of my girlfriend عندي عندي الصورة لحبيبتي أو لخطيبتي طيب الفكرة اللي عندي هنا the idea اللي عندي the photo reminds me of her الفكرة يعني الفكرة اللي انه صورة ذكرتني بيها طيب شراح كتب توبك سنتنس يقول يقول I carry a photo of my girlfriend to remind me of her يعني أنا شلت الصورة مالة خطيبتي و تذكرتني تذكرت بيها شكل ناسيها لأخينا إذن هنا إذن هو يعني شايل الصورة وهذا الشي اللي خلاها يعني خلاي يتذكر خطيبته my girlfriend طيب طيب الآن يقول عندي I have a jacket I have a jacket أنا عندي jacket الايديا اللي يريدها من عندي هو الايديا اللي يريدها والله أنا صراحة هذا هذا أقول أنا عندي jacket وهذا jacket دائما يذكرني بجدي صراحة صراحة أنا اكو jacket يذكرني بجدي طيب أنا شراح أقول I have a jacket I have a jacket this jacket remind me my grandfather when I when I wear this jacket or this new jacket or when I buy a new this new jacket when I I have a jacket or when I I have a jacket it remind me my of my grandfather إذكرني بجدتي بكل بساطة يعني نفس هذا اشتقيت من عندي يقول internet is good الانترنت هو جيد الفكرة شنو هنا يعني مثلا مثلا أنا يعني على سبيل المثال مثلا أقول بالتعليم يعني يفيدني بالتعليم راح أقول the internet is good because لأن الانترنت يساعدني بتعلم اللغة الانجليزية راح أكتب الانشاء عن هذا أقول يا بأ ترى الانترنت جيد لأنه يعلمني اللغة الانجليزية فراح أكتب بعدين الانشاء عنه أقول شلون راح تعلم لغة انجليزية من خلال الانترنت طيب عندي رقم دي يقول my friend is nice صديقي هو لطيف الفكرة اللي الآيديا مالتي الفكرة اللي أريد أكتب ها عنه مثلا صديقي توف لا سمح الله صديق توف التوب مالتي راح اكتب ها أقول my best my friend is nice but he dead لكنه مات راح تكلم على أنه كيف صديقي كان صديق جيد جدا إلا أنه توف ونسأل الله يرحم حي I learn English at school أنا تعلم لغة English بالمدرسة هايد عليكم شين راح تكتب لي ID هنا شين اللي راح تكتب ها شين راح تعبر لي عن ID هنا وبعدين تكتب لي Topic Sentence بعدين تكتب Topic Sentence